السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم طلاب إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية أرحب بكم بمنصة Next Lecture أول شي هو شنو دي يقول أكيوت فيز بروتين إسا أتوا تعلمتوا علي أصالنا كورس كامل أنا أحب أفصل لك الاسم حتى تفتهمه وشنو من تفتهمه يجيك بالسؤال أنت عندك الصورة العامة فتقدر تستنبط الإجابة عن طريقة أكيوت فيز بروتين نيجي نكتبها نعم هي شنو هي أولا هي بروتينات ثانيا من يقول أكيوت شنو معناها كلمة أكيوت يعني يقول لك أنه أكو انفلاميشن فأكيوت فيز بروتين فإذن الحالة الأولى والسبب الأساسي أنه دي يصير انفلاميشن دي يصير حالة من الالتهاب بالالتهاب اش رح تيتحفز؟ أهم شي شاب رح تتحفز الماكروفيج الماكروفيج هي أم المصايب هنا الماكروفيج هاي هنا نحط أولا وبدرجة ثانية وبدرجة ثانية نحط النيوتروفل هذولة ش رح يساون؟ هذولة الثانية الماكروفيج الخلال بالعمية والنيوتروفل رح يفرزون السايتوكاين أهم سايتوكاين هم الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والتيومور نكروسيس فاكتر نقدر نضيفها بعض شنو نقدر نضيفها الانتر فيرون فإذن الحالة الأساسية أني صار عندي انفلاميشن دكتور هذا الانفلاميشن شنو السببه؟ هذا الانفلاميشن قد يكون أولين انفكشن قد يكون التهاب فيروسي بكتيري طفيليات فطريات إلى آخرين قد يكون يعني قد يكون مرض مناعي أو قد يكون كانسر قد يكون شنو؟ مرض سرطان فالمهم هو أي شي في جسم الإنسان دي يسوي للتهاب يعني أي واحد من هذولة ممكن يؤدي إلى التهاب أي واحد من هذولة رح يفعل الماكروفيج ويفعل النيوتروفل هذولة الماكروفيج من تتفعل رح تفرز هذولة اللي هما انترلوكين وان انترلوكين سيكس تيومر نيكروسيس فاكتر والانترفيرون قاما وأكو أيضا انترفيرون ألفا المهم هذولة من راح يروحون راح يروحون يشتغلون على الليفار الليفار دكتور شمعنا ليفار؟ لأن شواب احنا شوف اسم المحاضرة يفسر لكه ويا شاء الله احنا جد نحتي دن نحتي عن أكيوت فيز بروتين هاي بروتينات من يصنع البروتينات في جسم الإنسان؟ يصنعها الليفار فحتى تفهم تسلسل الأحداث وصير عندك المعلومات مترابطة ومفهومة فإذا هاي الانترلوكينات اللي فرزتها الماكروفيج راح تروح على الليفار هذا الليفار راح يصنع هذول البروتينات راح نشوف شباب الليفار راح يزود بعض البروتينات ويقلل بعض البروتينات فمن يزود بعض البروتينات نقول هاي بوزيتف ومن يقلل بعض البروتينات راح تصير نيجاتف ورح نشوف ليش أكو بروتينات تتقل وليش أكو بروتينات تزداد اللي تزداد بفعل الليفار اللي يتقل بفعل الليفار وبفعل البكتيريا فهنا نقطة مهمة فهس نشوف أنا أيدك يصر عندك هذا التصور الكامل على تسلسل المعلومة أول شيء قد يكون عندك التهاب فيروسي بكتيريا طفليات أو مرض مناعي أو مرض خبير هذا راح يسوي لشنو هذول راح يحفزون الانفلميشن راح يسوي حالة التهاب بالجسم راح تتحفز الماكروفيج الماكروفيج اللي احنا جقلنا قلنا هي إنيت إميون سيستم إنيت إميون سيستم وراها هاي من تتحفز راح تفرز هذول هاي راح تروح على الليفار شمعنا على الليفار لنحنا دي نحكة على الأكيوت فيز بروتين الليفار اش راح يسوي الليفار راح يصعد ناس وينزل ناس فرح يصعد بعض البروتينات وينزل بعض البروتينات وقلنا نزول البروتينات يتعلق بالليفار ويتعلق بالبكتيريا وهس راح نشرح واحد واحد بالتفصيل الممت فشوف هسه آني أقدر أعبر كل هاي السلايدات أوصلك فقط لنهاية المحاضرة بهاش كم السلايد مهم ليش لأن هسه أنت به هاي الصورة فهمت الفكرة العامة ما للمحاضرة فإنت إذا ما عندك وقت تقدر تقدم المحاضرة للنهاية الأكيوت فيز بروتين يقول يعني أول استجابة إلك هو الانيت هو الجهاز المناعي الانيت الانيت شنو كانت خصاصة أولاً قلنا هذا يعني هذا يشتغل للكل والنقطة الثانية ما كن ميموري ما بخلايا الذاكرة فشوف كاتب لك هو non-specific response preceding preceding يعني يسبق specific immune reaction إش نقصد بالspecific immune reaction نقصد بي adaptive immune system فإذا هنا منه اللي يسبق دايقولي الانيت preced يسبق adaptive اللي هو يكون specific immune system the acute phase response شوف هنا دايقول لك acute phase response is a prominent is a prominent systemic reaction of the organism شنو الorganism يقصد بالكائن الحي فإحنا نقدر نستبدل هاي الكلمة حتى مدى وخل نه نقدر نحطها human فيقول هو systemic reaction of the human to local or systemic disturbance in the homeostasis يعني داي يصر إنه أكو خلل هذا الخلل يأما locally في مكان أو منطقة معينة بالجسم أو systemic يعني منتشر هذا الخلل في كل جسم الإنسان شنو ممكن يسوي يعني هذا الخلل هذا this disturbance in homeostasis هذا هو الخلل شنو ممكن يسوي قلنا ممكن يسوي infection للتهابات بكترية فيروس إلى آخر ممكن tissue injury ممكن حادث سيارة trauma أو surgery أو واحد من سواء عملية أو immunological disorder أمراض مناعية أو شنو نضيف لها ممكن نضيف لها الكانسر الأمراض الخبيثة فهو أي خلل بجسم الإنسان ممكن يسوي له هاي الشغلات the purpose يعني الغرض of these responses شنو الفكرة مالتها احنا قلناش ديصير ديصير disturbance بالhomeostasis يعني شنو ديصير في اختلال بالشرايين الhomeostasis هي الاتزان مع الجسم الإنسان الاتزان ما شنو الاتزان مع الدم الاتزان مع حركة الماء من داخل الخلية إلى خارج الخلية أو بالعكس فهذا الhomeostasis هو يحافظ على intra vascular وال extra vascular volume فيقول احنا هاي شنو الغرض مالعدهم يعني نرجع نرجع الhomeostasis لحالة الاتزان راح نحذف السبب مال هذا الاختلال قد يكون او انجري او تراما او سيرجري او كانسر شوف اهم وحدة هي الماكروفيج لذلك انا حطيتك الماكروفيج اول وحدة فشوف انا قلت لك اتهامت المخاطط هذا الحج راح يصر بس حشو محاضرة فهنا شوف نحط على الماكروفيج هي اهم وحدة بالاكيوت شلون راح تفرز شنو السل كوميونيكيتنج فاكتر الشنو هما هما فعلا راح يقول يا شباب الماكروفيج الخلايا البلعمية هي راح يسوي راح تحفز وتفرز سيكريشن السايتوكاين ثم نيجي لهذه الصورة نشوف انه راح حفز الماكروفيج الماكروفيج فرزة هذول السايتوكاين اللي شنو هناك بالمحاضرة يصيح لها سل كوميونيكيتنج شوف سل كوميونيكيتنج فاكتر هما هذول نفسه ديورين اكيوت فايز ريسبونس هذا شرح يصر ريليز أوف برو انفلامتري سايتوكاين احنا كلمة سايتوكاين نعرفها كلمة برو انفلامتري يعني شنو هاي هاي راح تحفز الالتهاب ليش نحفز الالتهاب لان هاي راح اولين ترفع درجة الحرارة هاي راح تزيد قدوم الوايت بي سي الى مكان الالتهاب الى اخر فهاي راح تقوي استجابتك المناعية يعني احنا هنا من نرجع نتذكر وظيفة كل واحد مثلا الانتر لوكين وان هذا راح يرفع راح يسوي فيفر راح يرفع درجة حرارة الجسم الانتر لوكين 6 هذا اش راح يسوي راح يروح يسوي white بي سي migration to the site of infection to the site of inflammation فاذا هذا اش راح يسوي هذا راح يخلي الوايت بي سي تروح لمكان الالتهاب من اسمه هذا راح يقتل الخلايا والانتر فيرون هذا راح ينفرز بالالتهابات الفيروسية هذا راح يمنع الـ replication مع الفيروس فشوف هذولك كلهم برو انفلامتر يعني راح تقوي استجابتنا مع الالتهاب يعني هاي السايتوكاين هاي اللي انفرز هي راح تروح على الـ liver يعني هي اللي راح تتحكم بال systemic acute phase reaction ليش لان قلنا من تزداد هاي السايتوكاين راح يزداد الـ acute phase reaction and the hepatic acute phase protein فإذا مثل ما قلت لك هاي السايتوكاين مين جتي راح تقول دكتور اول 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 عندي حالة التهاب هاي الماكرو فيج تحفز تسوت لي secretion المن secretion للسايتوكاين لهذول السايتوكاين هذول راح يسو موديوليشن هذول راح يتحكمون بال acute phase reaction and hepatic acute phase protein دكتور ليش hepatic لان هو protein اللي بروتين تصنع بالليبر فنقول hepatic acute phase protein acute phase ليش لان اكو حالة من فالتسل سلصار اكو التهاب حفز الماكرو فيج تفرز السايتو كاين هاي راح تتحكم بال hepatic acute phase protein وقلت لك هنا هذا راح يصعد ناس ويقل ناس ورح نشوف ليش فإذا شنو يعني راح دولي دكتور من صار التهاب وتحفز الماكرو فيج ازداد افراز السايتو كاين الليفر راح يستجيب في إذن هاي السايتو كاين اللي اجدتي على الليفر راح تحفز تصنيع البروتينات اللي تفيدني بحالة الالتهاب يعني واحد يقول دكتور هو الليفر ليش داي يصنع هنا بروتينات الليفر هنا شباب بدي يصنع بروتينات حتى تفيدني وتقوي استجابتي المناعية حتى أقدر أحارب المرض مات يعني هاي الفكرة يعني الماكرو فيج اعازات لليفر تقول يا بقى الحق لي صنع شغلات تقاوم هذا الالتهاب أول شي شنو بلازمة فيسكوسيتي إذا نجي نرسم نجي نرسم الشريان المالتنا يعني شنو يعني اللزوجة ليش لأن احنا هنا ب إذا بروتينات داي يزداد البروتينات بالدم من تزداد البروتينات ليش داي تزداد لأنه شباب الليفر داي يصنع أكثر الليفر جدي سو adapز هاي البروتينات للدم من داي يصير الدم رح تزداد اللزوجة فهنانا شرح يصير رح نقول تزداد الفيسكوسيتي فهنانا يقول البلازمة الفيسكوسيتي ده تزداد اللي زوجة مال الدم ليش يقول as a result نتيجة للشانجز in the total blood protein كونسنطرشن شرح يصير رح يزداد total blood concentration مثل ما رسمت الكياها اهنان بسمتلك ان البروتينات ده تطلع من الليفر ده تيجي الهنان فراح تزداد الفيسكوسيتي من ضمن هاي البروتينات يعني من ضمن هاي البروتينات اللي اجدتي في داخل الشريان شنو اسمه؟ اسمه الفايبرينوجين عفيا عليك الفايبرينوجين شباب هو شنوه؟ هو كلوتنج فاكتر رقم واحد هذا شرح يسوي؟ الكلوتنج فاكتر رح يزيد البرسيبتيشن رح يزيد ترسب كريات الدم الحمر فلذلك يقول شرح يسوي يؤثر على الاريثروسايت سديمنتيشن ريت الاسر شرح يسوي؟ لرح يقول لدكتور الحالة صارت انه البروتينات ازدادت احنا اول شيش قلنا نجحن غير لون القلم قلنا total blood protein concentration شبيه هذا؟ قلنا هذا يزداد من هذا يزداد رح يزداد الفايبرينوجين فاذا انا اول شي ازدادت البروتينات ازداد الconcentration رح يزداد الفايبرينوجين من ازداد الفايبرينوجين رح يزيد الاسر هذا زيادة الاسر شنستفاد منه؟ يقول هذا بمستشفات شنو معناها شباب؟ معناها انه الاسر كل ما يكون الاسر عالي معناها اندات عامل ويا سفير ويا حالة مرضية خطيرة وهنانا احد اساتذتنا الله يذكره بالخير قال يا شباب اذا تشوف الاسر اكثر من 100 لازم تفكر باحتماليا لا ثالثة لهما الاحتمال الاول هو مرض مناعي autoimmune disease والاحتمال الثاني هو كانسر مرض خبيث ليه الشباب هسا رح اجئ افسر لك المقولة اللي قالها الاستاذ مالتنا اولا احنا بحالة الكانسر شوف بحالة الكانسر بحالة المرض الخبيث او الامراض المناعية اكو حالة من الانفلاميشن قوية فرح شنو اكو انفلاميشن عالي فاذن هنا الماكروفيج رح يزداد التفعيل مالتها فرح تفرز لي سايتوكاينز اكثر هاي رح تروح على الليفر الليفر رح يصنع البروتينات من ضمنها هذا الفايبرينوجين كل ما يزداد الفايبرينوجين رح يروح على الاسر يزوده فرح تزداد الاسر جدا عالي فوق المياه بالاوتواميون ديزيز وبالكانسر فلذلك هاي نقطة مهمة جدا فلذلك الشباب يقول انه هذا يستخدم بعدة مستشفيات نان سبسيفيك ماركر فور ديزيز اكتيفيتي يعني اشقد المرض قوي واشقد المرض ده يشتغل كل ما يزداد الاسر معناه انت ده تتعامل ويا مرض اخطر واذا عبر الاسر اذا عبر المية فهنا يأما مرض مناعي او مرض خبيث فعلا نقطة مهمة جدا الفايبرينوجين is a slow reacting positive acute phase reactant اهنانا كلمة positive شنو معناها معناها دي يزداد شوف انا اهنانش قلت لك بالبداية قلت لك اكو positive protein قلت لك اهنانا اكو positive protein يعني تزداد واكو negative protein يعني شنو يعني اتقل فالفايبرينوجين شبي راح يزداد فنكمل يقول الفايبرينوجين is a slow reacting positive positive يعني شنو يعني دي يزداد acute phase reactant شنو يعني acute phase reactant يعني اكو حالة من الالتهاب حالة الالتهاب راح تل زيدة سايتوكاينز راح تعلفار زيدة الفايبرينوجين هذا راح يزود ال ESR كل ما يزداد ال ESR احنا دي نتعامل ويا سيفير disease ويا مرض خطر فهذا يقول ال ESR هو marker of disease activity فهنانا يقول يا شباب الفايبرينوجين هو slow reacting positive يعني دي يزداد acute phase reactant with a possible delay of some days after infection شنو يعني possible delay of some days after infection يقول هنانا شباب يقول لك الفايبرينوجين اذا نرسم هذا المخطط البياني صعود الفايبرينوجين خلي نقول هنانا صار بهاي المرحلة صار حالة التهاب صعود الفايبرينوجين يكون تدريجي وبعدين شوية شوية يصعد فيقول بطيء من يزداد هذا الفايبرينوجين شوية شوية معناها ال-ESR شوية شوية دي يزداد فيقول ممكن هذا after some days after infection ورا عدة ايام ورا بعض ايام من الالتهاب ال-ESR يبدي شنو يبدي يصعد ليش ورا عدة ايام لأنه هو slow reacting يتأخر يالله يشتغل فيقول الفايبرينوجين slow reacting يتأخر يالله يشتغل ف some days after infection ورا بضعت ايام ورا الالتهاب يالله ال-ESR يبدي يزداد and then من يصعد ال-ESR reflect رح يعكس activity of the acute phase response فإذا يا شباب من تشوف ال-ESR صاعد تفكر كالتالي أنه أنت تتآمل ويا severe disease ويا مرض خطر وأيضا هذا ينطيك فكرة عن شنو عن مدى قوة الالتهاب ينطيك فكرة عن مدى قوة الأكيوت phase response فإذن هنا يقول reflect رح يعكس أو ينطيك فكرة activity الفعالية مع الأكيوت phase response لتيومر نيكروسيس فاكتر ألفا وفروم شنو ماكروفيج and monocyte المونocyte هي الماكروفيج من التكبة فشوف أنا هنا قلت لك قلت لك أكو inflammation هذا رح يحفز الماكروفيج من تتحفز الماكروفيج رح تفرز هذولة في التسلسل يقول هنا أولا هنا ثانيا هنا ثالثا هذولة رح يروحون على الليبر قلت لك رح أكو positive acute phase protein وأكو negative acute phase protein أكو مرات يكتبوا acute phase protein APP وأكو acute phase response لبروتينات نقصد من وصلنا لمرحلة الليبر فأكو positive وأكو الفايبرينوجين positive يعني رح يزداد من يزداد ش رح يسوي رح يزيد الترسب مع الRBC فرح يزيد الESR ليش لأن هو الESR شنو هو erythrocyte sedimentation rate اللي يعني الerythrocyte كلها تدام الحمر sedimentation rate اللي هو الترسب ما رح يزود معدل الترسب من يزداد الESR قد نحن دانت عمل ويا شنو ويا severe disease وهذا خاف يجيك أمسك يو قل له هذا ماركر يعني فالعلامة marker of disease activity of disease activity and شنو and severity فهاي نقاط مهمة تتركز عليها فإذن عندي inflammation حفز الماكروفيج هذا راح تطلع لي cytokines هذول راح يروحون للليور أكو بوزيتف أكيوت فيز بروتين وأكو نيجاتف أكيوت فيز بروتين الفايبرينوجين هو بوزيتف راح يزود الESR راح نشوف أكو شغلات مهمة راح اتقل أيضا الكلاسيفيكيشن قلنا التقسيم مع الأكيوت فيز بروتين شوف إحنا هنا تحولنا إلى APP شوف APP قابل شنو أكيوت فيز رياكشن أو أكيوت فيز ريسبونس تحولنا إلى أكيوت فيز بروتين ليش لأن هنا وصلنا وين وصلنا بالليفر قلنا شباب الأكيوت فيز بروتين ينقسم إلى positive وينقسم إلى negative شنو معناها معناها راح تصعد الأعداد مالتها يعني راح يزداد الإفراز مالتها وال negative راح يقل الإفراز مالتها هنا من الليفر هنا ليش دا تقل دا تقل أولا لأنه دا تزداد الصناعة من الليفر دا تقل الصناعة دا تقل الصناعة من الليفر ليش نحطنا علامات لي جوه والنقطة الثانية أنه بسبب البكتيريا فخاف تنسي ليش أكو بروتينات تقل ليش أكو بروتينات negative لأنه ممكن من الليفر وممكن من البكتيريا ورح نعرف ليش من الليفر هسا أشرح لكيها فإذن أكو بوزيتف هاي رح تزداد بسبب الليفر النغатив دكتور ليش تقل قلنا السبب الأسهل هو من البكتيريا السبب الثاني أنه الليفر يتعمد يقللها ليش لأنه شاب احنا عن شنو دا نحتي دا نحتي عن بروتينات لبروتينات شنو المواد الخام شنو المواد خلي نقول أنه الليفر على سبيل المثال حتى تتوضح الفكرة خلي نقول أنه الليفر عنده 100 أماينو أسد هاي الميت أماينو أسد الليفر رح يسوي يقول هاي أنا رح أستغلها أصنع البوزيتف فإذن هاي المية وين رح تروح رح تروح باتجاه هذول الصعدين فنتيجة لذلك أعداد الأماينو أسد رح تقل فالليفر ما رح تكون عنده أماينو أسد كافي حتى يصنع البروتينات الأخرى فإذن الأماينو أسد رح تخلص بأول مرحلة فرح تبقى أماينو أسد قليلة غير كافية لتصنيع البروتينات فرح تقل دكتور مثل ليش أكو بروتينات رح تقل مثل بروتين الترانس فرين لترانس فرين هذا رح يقل بحالة الأكو فايز بروتين لترانس فرين رح يقل ليش وشن رح يزداد يعني مدام إحنا جبناها على لترانس فرين رح يقل من وبعد رح يزداد الفر رح الفر رح يزداد والهيب سايد رح يزداد فهنا رح شوية أنا أعرف هاي شوية صعبة وبالإستاذات الجاية هي معيودة بس أنا أحب أنطيك المعلومة هسة حتى بعدين من أرجع أقرال كها هناك رح تكون سهلة هنا نشوف نفس الفكرة هذا يختص بالحديد هذا نقل الحديد وهذا الفر خزن الحديد بعدين نجي للهيب سايد الفر هو خزن الحديد هنا هذول رح يقلون وهذول رح يصعدون هنا شو الفكرة الفكرة أنه هذا اللي فر مالتنا استهلك كل الأمينو أسد استهلك هذول الأمينو أسد حتى يصنع هذول فنتيجة لذلك الأمينو أسد قلت فما رح يقدر يصنع الترانسفيرين فأكو هنا ذول رح يقلون وأيضا البكتيريا رح تتعمد تقل الترانسفيرين فأكو نوعين أكو شنو معناها فيقول هذول تراكيز هم راح تزداد هنا منطينا أمثلة عليهم شوف وأيضا هنا يعني هو ما شرح لكم يعني هاي إذا نقعد نشرح واحد واحد هاي نطول منها الباجر بس رح أشهلك بعض الشغلات اللي أنت تستفاد من عدها اللي هي الفايبرينوجين قلنا هذا من يزداد هو هذا رح يزود الاسر وراها الفيرتين رح يزداد رح يزداد شنو الفيرتين مثل مكتب تلك يا هنا ولذلك هنا لازم شنو لازم ما تتوهم إذا تريد الدز تحاليل مع الحديد لازم أو مثلا عنده هيمو كروماتوس يعني عنده تسمم أو تجمع مع الحديد بالدم فلازم تستثني حالات الالتهاب أول شي تستثني ها بحالة النقصان وتستثني ها بحالة الزيادة أول شي قبل ما تدز هذول التحاليل أنت لازم تستثني حالات الالتهاب ليش لأن حالة الالتهاب رح تزيد الفيرتين رح تخربط عليك الصورة مال هذول بعد شقدنا يزداد الهابتو غلوبين هذا الهابتو غلوبين هذا شنو وظيفته إذا أكو هيمو غلوبين هذا رح يرتبط بي النقاتي شباب يعني هي هنا ما بها فتشي ينشرح يعني هي هاي بس تعداد فأنت لذي ضيق وقتك بيها بس أنا شوية حبيت أضيف لك شكم واحدة بس يعني ما تسوى واحد يضيع وقت بيها النقاتي كلمة يعني هناك بس أدك تعرف يعني هاي تراكيز راح تزداد النقاتي شنو معناها معناها تراكيز راح أتقل فيقول يعني يقول أول شي الليفر راح يصنع هوايا بروتينات بس بس بنفس الوقت أكو بروتينات راح تقل فإذا قلنا أكو نقاتي أكيوت فيز بروتي وقلنا أكو بوزتي أكيوت فيز بروتي النقاتي منهم النقاتي الألبومين وكنا نعرف الألبومين الترانسفرين هذا شنو هذا هو اللي يسوي ترانسفورت أو شنو وهنا بيا صيغة عفي عليك بصيغة الأف زائد ثلاثة فإذا شباب الترانسفرين هنا راح يقل ليش بالإسعادات الجاة راح أوبح لك ليش بعد شقدنا عدنا هذول الترانستريتين والترانسكورتين والريتينول بايندين بروتيين الريتينول عفي عليك هو نفسه الفايتامين أي هذول كلهم شبيهم كلهم راح يقلون فهنا سؤال مهم هو طلاب يسألوه دكتور ليش هذول يقلون why negative phase protein are reduced قلت لك السبب الأول أنه الليفر راح تخلص أو راح اتقل يعني خلي نرجي نرسل بالسلسل بس صحيح أول الليفر يش سوى الليفر سوى ل positive acute phase protein نتيجة لزيادة acute phase protein قلت بعض الأمينو أسد فبالتالي راح تقل أذر راح يقل تصنيع بروتينات أخرى هذا السبب الأول السبب الثاني شباب إنه البكتيريا شو راح يسوي البكتيريا راح تقلل البكتيريا راح تقلل هاي النقطة مهمة جدا 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 راح وبحركها بالسلايد الورق فيقول نقصان هاي البروتينات شبي يعني مريض عند التهاب الدز الألبومين إذا طلع الألبومين ناصي فرح تقول عند التهاب إذا طلع الألبومين جدا جدا ناصي فرح تقول إذن هذا الالتهاب قوي فهي يعني هي ماركر والنغ هي ماركر يعني شنو الحالة الفسلجة من ناحية الفسلجة شنو اللي يدي يسوي نقصان بالتصنيع مع هاي البروتينات فهنا حطت كيها بالأحمر يقول الفكرة حتى شنو حتى to save amino acid for producing positive acute phase protein more efficiently فإذن هنا قلت لك الليفار عند ميت amino acid رح يخيروه إذا تصنع positive اللي هما مثلا خلي نقول خلي نصنع الفيرتين الفايبرينوجين أو مثلا الهابتوغلوبين لو تصنع مثلا الالبومين هاي بحالة الالتهاب يعني شنو يعني بحالة الالتهاب خلي اكتب لك هنا الليفار inflammatory condition يعني الليفار إذا أكو حالة التهاب وهو عنده فقط ميت amino acid رح يكون مخير يأما يصنع الالبومين وجماعته أو يصنع الفيرتين والفايبرينوجين والهابتوغلوبي هنا الليفار رح يقول أنا مدام ب انفلامتري condition مدام أنا بحالة التهاب اللي يفيدوني منه اللي يفيدوني جماعة الفيرتين وما يفيدوني جماعة الألبومين فإذا أنا هاي الميت amino acid العدي رح أستغلها رح أقلل تصنيع هذول من أقلل تصنيع هذول رح تزود عدي amino acid أكثر هاي حتى تفيدني أصنع الفكرة من هاي شنو الفكرة يقول هو ليش يقللهم بكفاءة أكثر فهو يقلل تصنيع الألبومين ويقلل تصنيع الترانس كورتين شوف رح يقلل هذول الألبومين والترانس كورتين والترانس كورتين حتى شنو الغرض حتى يحفظ amino acid أكثر لجماعة positive acute phase protein هنا رح نقسمها أكو classification آخر يعني صار عندي الصار عندي الclassification الأول إنه على أساس تزداد أو تقل فالclassification هل هي positive acute phase protein أو هل هي negative acute phase protein هاي أولا ثانيا رح نقسمها على أساس شنو depend on the function رح نعتمد على وظيفتها فرح نقسمها إلى مجامعة شنو هاي المجامعة أول شي protease inhibitor شنو يعني protease inhibitor معناها أول شي كلمة protease معناها هاي إنزيمات تكسر لبروتينات فإذا protease inhibitor معناها احنا رح نمنع تكسر لبروتينات مثال ذلك alpha 1 antitrypsin وال alpha 1 antikeymo trypsin الcoagulation protein هذا مثلا أكو protease رح يصنعها الليفر يعني شنو يعني protease رح يصنعها الليفر على مدة تسوي الcoagulation مثل fibrinogen اللي هو clotting factor رقم واحد وال brothrombin اللي هو clotting factor رقم اثنية فإذا أكو الليفر رح يزيد protease حتى تطي وظائف معينة الوظيفة الأولى مثلا هذا alpha 1 antitrypsin وال alpha 1 antichemotrypsin هذول رح يمنعون تكسر البروتين فهاي هي وظيفتهم رح يفرز الفibrinogen ويفرز البروتhrombin اللي هو البروتhrombin الفاكتر الثاني والفاكتر الأول هذول من يزدادون رح يصر تخثر وراها رح تقول دكتور بعد شي سوي الليفر الليفر رح يفرز هذول شنون هذول احنا بالعربي شي يصيحوا لهم البروتينات المتممة هاي البروتينات المتممة مش تسوي هاي حتى تتمم الالتهاب يعني شون تتمم الالتهاب والاستجابة له والاستجابة له يعني هاي ينصح لحنا شوف بالانجليز ينصح لها البروتينات المتممة هاي ش تفيدني هاي تفيدني في قتل البكترية شلون خلي يعني شون ناخد مثال انه خلي نقول انه هاي البكترية هي منه هي ستاف اوريس هنا رح يجي الكم اللي هي الكم البروتينات المتممة مثال على ذلك اهمهم هو C3B وال C5A وأكو C5 به C6 C7 C8 وال C9 هذول اهم شي من هذول شباب يجون هنا داير ما داير لستاف اوريس هذا رح يكون مثل العلامة علامة المن هذول رح تكون مثل العلامة للماكروفيج للخلايا البلعمية فهذا ارتباط بالبكتيريا بالستاف اوريس شرح يسوي رح يخلي الماكروفيج تقدر تلتهمها أكثر وأيضا اكو طريقة أخرى خلينا نرسم انهم هاي خلية يقول من يجي يقعد C3B C5B وال C6 C7 ال 8 9 شرح يسوون هاي ان شرحها بالاميونيتي هنا رح يسوون بور رح مثل يزرفون الخلية من الداخل رح يخلي هنا يزرفون الخلية من الداخل فبالتالي شرح يصير بالخلية رح يصير بها apoptosis وتموت فإذا لذلك نصح للبروتينات المتممة حتى تقتل وتتمم الاستجابة المناعية فإذا هذا رح يكون بديهي انه الليفر يفرزها ليش ممكن انه اكو ترانسبورت بروتينات وظيفتها تنقل مثل الهابتو غلوبين السيريولو بلازمين هذا سيريولو بلازمين هذا ينقل ينقل الكبر والهيمو بكسين من اسمه هيمو إذن هذا رح ينقل الفري هيم بروتيين تو ديليبر يعني احنا مو عدنا الار بي سي من تتكسر رح يطلع الهيم هذا الهيم المفروض يرجع لي وين المفروض يرجع للليبر منه رح يرجع على الليبر اللي هو الهيمو بكسين فهاي هي وظيفتها اكو بروتينات اخرى مثل السيري اكتف بروتيين والأسد غلايكو بروتيين رح نشوف انه السيري اكتف بروتيين لا يقل اهمية عن الاس هذول اثمين هم خطرين الفنكشن بروتيين شنو وظيفتهم هنا دا يحدد دا يحدد البوزيتف اكيوت شنو وظيفتهم اولا كلمة معناه هذا رح يخلي جاية من كلمة شنو جاية من كلمة يعني شنو رح يخلي الاستجابة المناعية مثالية او قريب المثالية فهي معناه معناه يعني يعني احنا نقول هذا فاخ او رح يخدع حتى شنو حتى يوقع هم فهذا رح يوقع فبتة اللي نتخلص منهم وراها وهم زين شرحنا هي نفس الشي اللي هي البروتينات المتممة تفيدني لقتل البكتيريا وايضا تفيدني بتحفيز الماكروفيج وايضا تفيدني حتى شنو حتى اتعادل الانزم وتوفر لها الملائمة ليش لان بعض الانزيمات لها ملائمة حتى تشتغل بعد شنو النقطة هاي مهمة يقول كلمة شباب يعني شنو يعني يطرد فهذا رح يوخر ويوخر ليش لان نذكر هاي رح تفرز الشنو تفرز السوبر اوكسايد اللي هو او سالب وهنا الجذر وبعد منو قلنا كان عندنا الهايدروجين بيروكسايد اللي هو اشتو او وبعد اش كان عندي كان عندي الهايدروكسل راديكال هذولا كلهم شبيهم هذولا يساون هذولا يقتلون الخلايا مالتي فاذا انا هذول الـ ازداد بجسم هذولا رح يقتلون الخلايا مات فمن وظائف من وظائف الأكيوت فيز بروتين هو يخلصون يطردون الـ حتى امنع السل ديث من جسم الانسان وايضا يقول موديولايتن الهوست اميون ريسبونس شون يعني موديولايتن الهوست اميون ريسبونس لان هاي رح تسيطر على استجابتك لمنع استجابتك للمرض شلون لان من رح ينفرز رح ينفرز الانترلوكين سيكس هذولا شباب قلت لك هذولا يروحون يحفزون باقي الخلايا حتى تيجي وتحارب البكترية وايضا شنو بعد اهم شي اللي هو الـ بروتين هذولا نقاط مهمة جدا وعرفنا دولا السيري اكتف بروتين is the first described acute فيزو بروتين بالألف وتسعمية وتلاتي فهذا السيري اكتف بروتين هو أول واحد اكتشفوه لحد الان الى اهمية قصوى ونستخدم هاذا شبي يقول يا شاب هذا بايند دايركتلي يرتبط مباشرة بالحال الطبيعية موجود في جسم الانسان بس ما متفعل يعني بالحال الطبيعية يكون غير فعال الى طريقتين للتفعيل الى الطريق الكلاسيكي او الالتورنيت باثوي الالتورنيت باثوي اول شي احنا لازم نشرح الكومبليمت الكومبليمت بروتين اكو من الـ سي وان لش قد للسي ناين اذا انت اجيت فعلت الكومبليمت بروتين فعلتها من سي وان للسي ناين هذا انصح للطريق الكلاسيكي بديت من الاصغار للأكبر هذا الكلاسيكي الالتورنيت باثوي الطريق البديل انت هنا شون راح تحافز الكومبليمت راح تبدي من سي ثري اي باتجاه السي ناين فهذا هو الفرق فشوف من انت يقول لك كلاسيكي معناها هاي تحافزت من السي وان للسي ناين اذا الطريق البديل انت حافزت من السي ثري اي الى السي ناين فيقول يا شباب هذا هذا سي راكتف بروتين راح يحفز هذا الكومبليمت بروتين او عن طريق الكلاسيكي الباثوي ان شنو هاي النقطة الاولى النقطة الثانية act as option كلمة option شنو معناها هذا معناها راح يكون ماركر على مود شغلتين ماركر على مود اولين يجذب الماكروفيج الى مكان الالتهاب الماكروفيج وال white bc والنقطة الثانية شباب هذا راح يحفز الماكروفيج killing او راح يحفز الفاقو سايتوسيز الفاقو سايتوسيز فهيا هي كلمة اوكسنين فاحنا محاضرتنا نقلبت الى محاضرة مناع ليش لان بين سطر والله دي حتش على complement system فحتينا اهنان شون يتفعل اكو classical من c1 الى c9 او الالترنيت من c3 الى c9 السيري اكتب بروتين دي حفز ال complement system او complement بروتين عن طريق ال classical pathway وايضا هذا السيري اكتب بروتين الى شغلتين هاي شغلة الاولى ما complement هاي اولا وثانيا يشترك option هذا رح يحفز هجرة الماكرو فيج والwhite bc الى مكان الالتهاب واذا رح يزود الفاغ cytosis فهاي الفكرة من عند اهنان رح نشوف انه ال acute phase بروتين الها تأثير على iron فيقول iron indicators and the influence of cytokines اش رح يصر التأثير اول شي انا رح اختصر الكهليجا وحتى مدوخ فاولا شباب رح يصر رح يزداد الفراتين وراح يقل الترانز فرين فهاي انت اختصرها يمك واكتبها ليش لان الحاج قد يدوخك فانت حتى تختصرها واسرع لك حتى مدوخ بالامتحان بحالة الالتهاب هاي بحالة ال بحالة ال رح يزداد الفراتين يصر يعني رح يصير رح يقل الايرون بعد ايضا وراح يصعد الفراتين كتبت ايها اللي فوق يعني ليش دايصير هاي اكو اعادة توزيع of the iron into the liver and mononuclear phagocyte system both mediated by cytokines ليش اللعبة كلها شنو معناها معناها الايرون قليل بلدم هايش وقت بحالة الالتهاب ليش خليني جي هنا ناخذ هذا مكان فارغ شاو اكو فد قاعدة عامة بعلم المايكرو بايولوجي انه انت هنا من عندك شنو من عندك بكترية البكترية شو سوي خلي نرسم انه خلي نمسح هاي الشخاب يطمارتنا البكترية شباب حتى تتقوى في جسم الانسان شو راح تسوي راح تاخذ الحديد الموجود بالدم شوف يعني بالحالة الطبيعية هاي البكترية خلي نقول اكو هنا الحديد هاي هنا خلي نقول F E زائد ثنين خلي نقول F E اذا هنا كان اكو حديد هواية بالدم البكترية شو راح تسوي البكترية راح تاخذ الحديد راح تجيب الحديد الها البكترية اذا جابت الحديد الها شو راح تسوي هنا راح نقول تزداد activity of bacteria فاذن شباب اذا البكترية راح شنو راح تقوى بحالة وفرة الحديد يعني البكترية راح تتقوى اذا اكو حديد هواية فاذن جسم الانسان بحالة الالتهاب راح تقول دكتور انا مدام عرفت الحالة الطبيعية راح اعرف شو راح يصر اتا هنا رسمت لنا شريان هاي اكو بكترية هنا اذا اكو حديد فهاي البكترية راح تاخذ الحديد الها فرح تزداد activity مادها راح تتقوى فاذن بديهيا جسم الانسان بحالة شنو بحالة الالتهاب البكتيري ش راح يسوي راح يقلل الحديد اللي موجود شنو راح يقلل الحديد الموجود بالدم ليش اذا اقلل الحديد اللي موجود بالدم راح تقل activity ماد البكتيريا فرح تبع في البكتيريا لذلك هاي ش راح اسوي راح راح نرسم انه يا شباب راح اتقل activity راح اتقل activity بنقصان الحديد فلذلك يقول اول شي low serum iron concentration ليش احنا هنا راح تقول الدكتور انت بالبداية كان اكو هنا حديد واكو هنا حديد واكو هنا حديد وهنا وهنا هذول وين راح هون من مساحتهم هذول راح وا باتجاه شنو باتجاه اللي liver فاذا هنا ال liver بحالة الالتهاب راح يقول اذا هذا الحديد بقى يدخل الى bacteria اش راح يصير راح تقوى activity فالحديد راح يقول هم يا با يا حديد ال liver راح يقول هم يا با يا حديد تعالوا لهنا من يجون ال liver خلي نغير اللون من هذا الحديد وهذا الحديد اللي هنا يروحون لين يروحون لل liver ايش راح يصير راح يقلون ال blood فرح نحط سهم لجاوبة راح يقلون ال blood وهنا شبيهم راح يزدادون ال liver هذا شنصح لانصح ل re distribution صار اعادة توزيع يعني هو الحديد ما قل لانه صار نزف وطلع من جسم الانسان او ما قل بسبب انه المريض ما يأكل لا هنا قل بالدم قل الحديد بالدم لانه صار صارت اعادة توزيع بدل ما الحديد بالشريان الحديد لمن راح راح لل liver فهي هاي الفكرة فيقول low serum iron concentration و high serum ferythine اذا راح يصعد الفerythine ويقل الحديد ليش لان قلنا يصير ري distribution ليصير اعادة توزيع لين into مرسمت لك لانه يا شباب الحديد اذا بقى بالشريان راح يدخل الى داخل البكتيريا راح تاخذ تسحب حتى تقوي مالتها يعني هنا دراسات يسوها تقريبا غالبا على الحيوانات اجل لكم الله شافوا انه هاي السايتو كاينز هذول السايتو كاينز شبيهم تزايد الفerythine synthesis لذلك شفنا انه هذول السايتو كاينز سوى لشغلتين اولا يقلل السيرام ايرون يقلل ايرون بالدم وثانيا يصعد الفerythine مثل ما قلت لك دائما دائما السلسلة الأولى بالتجارب السيرية تبدي على الحيوانات ما تبدي على البشر يعني شنو يعني هما انطوا سايتو انطوا مثل العلاج شنو معنات هايبو فريميا نجي نوضح هايبو فريميا معناه نقصان بالحديد ليش لأن الحديد هذا ش اسمه اسمه فرس اسمه فراس وأكو فرك فهذولا مني يقلون راح نصح هايبو فريميا معناه راح يقل الحديد بالدم وش يزداد انكريز فريتين هذا الفريتين شبيه راح يزداد هاي صورة هاي صورة حطيت الكياه من نقرأ هذا راح نحتاج نصعد لها فد شوية على الرغم من ذلك يعني أيضا الالتهاب ش راح يسوي الالتهاب راح يصعد الفريتين production أو synthesis which may either unclear iron deficiency or indicate larger iron store than truly exist فيقول هنان المشكلة وين المشكلة انت بحالة التهاب وهاي احنا حتشيناها هوايا شباب قلنا بحالة الالتهاب من اكوفيد انفكشن هاي راح تخربط علي حالة ال iron deficiency أنية فلازم نفرق ليش لأن قلنا احنا في حالة الانفكشن اش راح يصير راح تزداد synthesis of iron فهذا شي يسوي لي راح ينتج لي شغلتين هاي الشغلة الاولى وهاي الشغلة الثانية شغلة الاولى انكلير ان iron deficiency معناه هذا راح يسوي عندي غموض اذا كان اكو حالة من نقصان الحديد ليش لانه شون يصير غموض لانه احنا هاي بالiron deficiency انيميا يقل الفارتين بس اذا اكو حالة من iron deficiency انيميا وبنفس الوقت اكو انفكشن يعني اثنين هم بنفس الوقت راح يقول لي دكتور المفروض الفارتين قليل اذا اكو انفكشن اذا اكو التهاب هنا هذا الانفكشن راح يصعد الفارتين فعلي هنا راح ادوخ فيقول هذا راح يسوي غموض اذا اكو ايرون deficiency انيميا او ممكن شنو ممكن ما اكو ايرون deficiency انيميا يعني فقط انفكشن وحدها من يكتب هنا فقط انفكشن اذا فقط انفكشن ايش راح يسوي راح تزيد الفارتين ايضا من تزداد الفارتين ايش راح يتهيأ لي راح يتهيأ لي انه اكو زيادة بخزن الحديد فهنا راح يتهيأ لي انه اكو ايرون ستور ايش ايرون ستور اهنان هوايا طلاب فكرت مثل تفكير هم حاليا وراح يقولون دكتور دخنة لقد احنا شون راح نميز ما بين ايرون ديفيشن سي انيميا وما بين الانفكشن اهنان راح اتميز ها شباب انت بحياتك ما راح تعتمد فقط على التحاليل المختبرية من يجيك انفكشن راح يكون عنده الم عنده صخونة عنده قحة عنده تقيق عنده اسهال عنده الم بالبطن عنده التهاب سحاية عنده التهاب ذات الرأي فالانفكشن هو راح يخليك اتميز فانت ينصح به انت بوقت الانفكشن شنو ما يصير الدز تحاليل مال iron deficiency انت اول شي وخر الانفكشن عالج انت انت مضادات حيوية وبعدي عالج او بعدين روح دز التحاليل ليش لان الميض اللي عنده فقر دم مال حديد ما راح يتأثر يعني ما راح يمتباتر وعقبة بس الالتهاب يأذي فانت عالج الالتهاب حتى تروح عليك هاي الهوسة والخبصة وبعدي يالله روح قيس التحاليل مال الحديد فشون تميزها راح تميزها من الناحية العملية انه منت في حصل الميض هو ما راح يقول لك عدي ألم سخونة قحة رشاح طانين بالإذن الى آخر كل التهاب جسم الانسان حرقة بالإدرار ما دري شنو ألم بالخروج ألم بالبطن دم بالخروج كل هاي التهابات راح تخليك تميز فأنت من تصادفك هاي الحالة قل لي هسه احنا نخلي فقر الدم على جانب خلينا نعالج الحالة الأهم واللي هي الانفكشن بعدين نعود نرجع على الانفكشن في وقت لاحق لأنه ما راح تأذيك بسرعة هنا راح يحكي عن الترانسفين أول ايضا تكتب سهم أو تأهل على روحك طريقة الحفظ راح نشوف هنا الترانسفين ليش يقل يعني دكتور مدان الترانسفين قل شنو قصدك قصدي شباب انه الترانسفين هو مثل ما نرجع لهنا شوف هذول هما هذول هما هذول هذول فنجي لهنا أولا يقول الترانسفين يعني هو موجود بالدم يعني هذا شنو هذا ينقل الحديد هذا وظيفة الترانسفين شباب يعني وين موجود بالميوكوز بالأخشية المخاطية هذا راح يرتبط بالحديد وبالتالي خلي نجي نرسم هنا نجي نرسم هذا الشريان مالتنا إنه شي يقول يقول أنت هنا أكو حديد هذا الحديد راح يكون مرتبط ببروتين راح يكون مرتبط بالترانسفين هنا مرتبط بالتف نرجع نرسم تف مرتبط 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 راح يخلق بيئة مرتبط 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 قليلة بالأيرون الحور ليش لأنه يا شباب الأيرون داي يجي في داخل لترانسفين يعني هنا الفري آيرون راح يقل فري آيرون راح يقل ليش لأن احنا دا نشوف انه هذا الحديد شبيه هذا الحديد دا يروح وين دا يروح بالفرقين فإذن مدام اكو خلي نغير اللون لأن ما واضح اذا اكو زيادة بالترانسفين فهذا راح يسوي راح يقل الفري آيرون الحور اذا قل آيرون الحور شنو معناها هذا راح تقل اكتيفتي أوف شنو اكتيفتي أوف بكتريا عفي عليك فلذلك راح نشوف انه شباب البكتريا اش راح تسوي اولا البكتريا راح تقل الترانسفين اذا البكتريا قللت الترانسفين راح يزداد الفري آيرون من يزداد الفري آيرون راح تزداد الاكتيفتي مال البكتريا فيقول هنا الترانسفين موجود بالميوكوزة بالاخشية المخاطية الحديد الحر هنا مثل مرسمت تلك شوف هاي الفري آيرون راح يقل وبالتالي فقط ليش بكتريا قليلة تقدر تعيش لأنه الآيرون قليل الآيرون شباب قليل فاذا راح نشوف انه البكتريا اش راح تسوي البكتريا يا شباب راح تقلل لترانسفين فبالتالي راح يزداد الحديد الحر الفري آيرون فراح تزداد البكتريا الاكتيفتي والسيرفاي شنو اتقل بالالتهاب يعني هذا على عكس وظيفته ادكريز نقصان اذا يقل لترانسفين شوف اذا هنا قل لترانسفين راح يزداد الحديد الحر راح يزداد الفري آيرون فراح تزداد الاكتيفتي ما البكتريا فيقول دكريز دكريز ان البيئة البيئة ان فري آيرون هاي البيئة الاولى يخلق البيئة فبالتالي فقط فقط النقطة الثانية او الفعالية الثانية للي ترانسفرين يقول لترانسفرين عنده شنو بكتري سايد ال افكت اون بكتريا يعني شنو البكتري سايد الافكت دكتور نجي نسو نوضح هاي البكتري سايد الشباب انه معناها هذا بكتري سايد رح يقتل البكتري يقتل البكتري فاذن اصار اكو دور للترانسفرين الدور الاول هو رح يقلل الحديد الحر فبالتالي رح تقل البكتري رح تقل قابلية انه تبقى حية فمثل مرسمت الكياها هنا مدام هنا اكو هذا الاحمر فالحديد رح يجي في داخله فاذن الفري ايرون رح يقل فنشوف انه زيادة الترانسفرين رح تقل الحديد الحر النقطة الثانية والفعالية الثانية لترانسفرين عنده بكتري سايد الافكت شو رح يسوي رح يقتل البكترية يقتل البكترية فبالتالي شون الحديد ان افايلبل شون يقتلها لانه رح يخلي الحديد غير متاح للبكترية شون يعني رح يقل الفري ايرون مثل ما قلت لك لي فوق فرح نشوف انه شباب من تجي انواع من البكترية رح تقل لترانسفرين رح تقل حتى يزداد شوف الاسهم تنعكس هنا اكو زيادة بالترانسفرين رح يقل الحديد الحر من تجي البكترية رح تقل لترانسفرين فرح يزداد الحديد الحر فرح تزداد الاكتيفتي مالتها وال سيرفاي با ال هاذا شنو فائدته وشنو اهميته يقول اولين هو بلازمة بروتين يعني بروتين موجود بالبلازمة اللي هما منهم ما قلنا الانترلوكين والسيكس والتيوم النكروسيس فاكتر الفا منو يفرزهم هذولا نقصد هما الماكروفيج ايضا يصعد في حالة شنو في حالة الانفكشن الالتهاب او يعني من يقول لك الانفكشن الانفكشن هي راح تؤدي الى التهاب بس شنو مصدر الالتهاب هو بكتيريا فيروس فطريات وفيليات فأول شي احنا شن نفهم التسلسل صحيح راح تقولي دكتور احتينا التسلسل اولا شباب احنا شقدنا ادنى حالة التهاب بحالة الالتهاب منو راح ينفرز راح ينفرز لنيوتروفل احنا راح تجي لنيوتروفل والمونوسايت المونوسايت راح تفرز شنو هذول السايتو كينز زين دكتور سؤال ليش بحالة الالتهاب صعد لنيوتروفل وصعد المونوسايت لانه بالبداية يصير منو يصير منو هذا هو اول خط الدفاع الاستجابة المناعية من هذا يزداد يعني اكون استجابة بال هذا راح يزيد لنيوتروفل ويزيد المونوسايت فمن يزداد النيوت تزداد المونوسايت ورح يزدادون هذول من يزدادون هذول راح يزود راح يزود سير اكتف بروتي فيقول انه سير اكتف بروتي راح يصعد تركيز فيقول انه بعد التأثير على سير اكتف بروتي بال بلازما كونسنتر على شنو يعتمد يعني شنو يعني احنا هنا اذا نكبر نقول زيادة السير اكتف بروتي على شنو يعتمد على شغلتين على اولا الريت اوف سينثيز يعني على سرعة ومعدل التصنيع والنقطة الثانية على السيفير على شدة الالتهاب فمن صار عندي اثنين على السيفير صار عندي سير اكتف بروتي والESR شوف لذلك قلت لك هذول اثنين هم مهمين فاحنا بالقورونا دنسوي الESR ودنسوي السير اكتف بروتي اكو دراسات حديثة بقورونا شافوا شافوا انه كل ما يزداد الESR تزداد الدخول الى المستشفى فهاي نقطة مهمة جدا وايضا شافوا انه من يزداد السير اكتف بروتي بعد مرضى الكورونا هذا راح يؤدي راح يقول هذا راح يزيد اكو احتمالية secondary bacterial infection يعني مو بس كورونا موجودة وانما اكو بكترية اجدت فوقها فنصرح لسكندري bacterial infection فشوف هاي المحاضرة اللي انت يجوز جين تناوي تغلس عليها او ما تعرف اهميتها شوف هسا شون ترتبط باحدث مرض عدنا urinary system ينطرح بالادرار ليش لانه seri active protein هو protein والبروتينات تذوب بالماء فهذا راح يطلع بالادرار ال seri active protein شباب اهنا اكو fed link اكو ربط يقول ال seri active protein راح يربط ال innate بال adaptive اشلون لان احنا اول شي قلنا منو يفرز قلنا اكو اول شي ماكروفيج هاي الماكروفيج سوت زيدت خلي نقول زيدت السايتوكاين بصورة عامة منيكتبهم واحد واحد من يزداد السايتوكاين راح يزداد ال seri active protein من يزداد ال seri active protein راح يزود انتاج ال igg ال igg شنو شباب ال igg هو اجسام مضادة دكتور هاي منو جاب هال اجسام المضادة فنرجع نمسح نكتب لك التسلسل بدقة اكثر هذا راح يحفز ال b lymphocyte هذا راح يحفز ال شنو ال plasmus بالتالي راح يزداد راح يزداد ال igg فاشوف منيصر عندك تسلسل المعلومة المحاضرة الصير حلوة وايضا انت راح تفهمها فتقول انا اول شي اجدت بكتيريا حفزة الماكروفيج فرزة سايتوكاين ازداد ال seri active protein هذا راح ال b lymphocyte حفز ال plasmus حفز ال igg فاذا احنا هنا نشطر عندي الطرفين ما للتفاعل الطرف الاول ماكروفيج والطرف الاخير هو اجسام مضادة الماكروفيج هي innate immune system والادسام المضادة هي adaptive immune system فيقول انه ال seri active protein راح يربط ال innate بال adaptive immune system ال seri active protein may have a value يعني الى قيمة as a diagnostic marker of active inflammation and infection يعني يفيدني بتشخيص عدة diagnostic value بتشخيص الانفكشن لذلك قلت لك احنا بالكورونا ده نستخدمه نشوف اذا اكو secondary bacterial infection احنا نعرف بالكورونا هو التهاب فيروسي بس مرات فوق الفيروس تجي بكترية تزيد الطين بلى فشون نعرف اجتي secondary bacterial infection راح نزود او نقيس السيري اكتف بروتين اذا طلع السيري اكتف بروتين عالي اذا طلع CRP فوق المية معناها اكوسكندري bacterial infection بالكورونا نكمل نقول interleukin 6 وال1 وال tumor necrosis factor trigger hepatocyte mediated synthesis of CR active protein معناها هذول السايتو كين هما راح يزودون شنو راح يزودون الصناع عمال CR active protein in response to active infection or inflammation اي حجنا CR active protein binding to bacterial poly saccharide دكتور شنو البكتيريا الpoly saccharide هاي ايضا microbiology احنا نعرف خلي نرسم انه هاي اكو جدار البكترية هذا هو cell membrane mal البكترية شنو اكو لي برا اكو هنان هذا poly saccharide اكو هنان سكريات على غشاء البكترية من راح يجي يرتبط بها راح يجي يرتبط بها ال فيقول هذا راح يرتبط بال بكتيريا الpoly saccharide يعني نرجع على المخاطط مالتنا نقول اكو المفروض شنو اكو كاليسيوم حتى يحفز الارتباط هذا اش راح يسوي من راح يجي ال شوف نرجع هنان من راح يجي يرتبط بال بكتيريا الpoly saccharide اش راح يحفز راح يحفز البروتينات المتممة اللي هي او تريد تقول هو لاثنين صحيحات هذا اش راح يسوي راح يسوي اللي راح نصح ل راح يقتل البكتيريا فشون راح قلنا من يجي رسم تلك ياف قلنا من يجي راح يحفز الماكروفيج الماكروفيج اش راح يسوي راح تبتلع البكتيريا فيقول انه هنا ارتباط السيري اكتيف بروتين بالبكتيريا البولي ساكرايد بوجود الكاليسيوم راح يحفز الكم راح راح ندرك او نستكشف او نكتشف الفورين باثوجين اللي هما يعني الباثوجينات الغريبة او الالسام الغريبة او الانتيجينات يعني الباثوجين هي الشيائلات اللي تسبب لك الأمراض الفورين يعني الغريبة and component of damaged cell يعني رح يخليني اعرف رح يكشف لي ال foreign pathogen ويكشف لي ال component of damaged cell there is a direct association between elevated level of C-reactive protein هاي مهمة ايضا زيادة elevated level of C-reactive protein and risk of coronary artery and cerebrovascular thrombosis coronary artery هم منهم هم الشراين التاجية اللي يتغذي عضلة القلب وال cerebrovascular هم الشراين اللي يشبيها اللي يتغذي عضلة اللي يتغذي الدماغ فاذن يقول شافوا انه من يزداد C-reactive protein هذا رح يزيد risk of خطر mal thrombosis mal التخثرات وين التخثرات التخثرات اللي قد تكون بالشرائين شوف يعني زيادة C-reactive protein زيادة risk of mal thrombosis بالشرائين اللي هي coronary artery اللي هي الشراين التاجية اللي يتغذي عضلة القلب هنا اكو coronary arteries اكو هنا هاي تيجي واحد واحد من نانو هذول يغذون عضلة القلب فهنان اذا صارت شنو اذا صارت اكو خثرة شنو ممكن يصير ممكن يصير MI ممكن يصير Myocardial Infarction جلدة قلبية وايضا بالدماغ فعني اذا صارت جلطة بهذا الشريان رح يسوي جلطة بالدماغ جلطة بالدماغ شن صيح لها صيح لها ستروك جلطة دماغية فاذا زيادة C-reactive protein رح تكون خطرة C-reactive protein هنا يعني شن مختصلك باخر شي يقول هو sensitive marker of inflammation يفيدني اذا اكو حالة من الانتهاب وايضا predict future risk كلمة predict heart disease يعني coronary heart disease يعني امراض القلب اللي يتصل بسبب انسداد الشرائين التاجية وايضا now حاليا become a major cardiovascular risk factor يعني هذا رح يكون جدا مهم بامراض القلب الأكيوت phase protein and vaccination اللي هي شنو اللقاحات شنو التأثير مالتها يقول the acute inflammatory reaction is an essential immune response required for vaccination to initiate a temporary simulated immunity اول شي احنا هنا ما رح نفهم السلايد الا نعرف شغل الفاكسين يعني هسا خلي احنا ناخذ لقاح الفايزر اللي هو الامريكي اللي اخذنا بالكورونا هذولا شنو هذولا دي ينطون ال mRNA مال من مال الكوفيد هاذا ش رح يسوي هاذا ال mRNA رح يحفز ال anti-body رح يحفز الأجسام المضادة مالجسم الإنسان من تتحفز الأجسام المضادة مالجسم الإنسان ش رح يصير رح يصير immune response من يصير immune response فهنان رح يتحفز acute phase protein وال acute phase reaction فاذا الفكرة من اللقاحات هو يحفز immune response يحفز الاستجابة المناعية فيقول هنا لازم يصير acute inflammatory reaction حتى شنو يقول هذا required for vaccination to initiate temporary simulated immunity يعني إحنا حتى هاي الفاكسينيشن حتى هاي اللقاحات تنطيني immunity حتى هاي اللقاحات تنطيني مناعة لازم شي يصير لازم يصير acute inflammatory reaction لذلك تشوف من تلقح ممكن تصخن اذا اكتوج عايق ما دل شنو معنادا يصير acute inflammatory reaction هذا إذا ما يصير يقول هذا inflammatory reaction required ضروري على مد إنه اللقاحات شبيه تنطيني immunity تنطيني مناعة the innate response is the first branch of immune system وهاي إحنا حاتيها قبل by the invading pathogen يقول should they cross the body's anatomical and chemical barriers شنو معناها يقول يا شباب innate immune system هو أول واحد شوف innate immune system هو first branch أول واحد ورا شنو قلنا أول شي إحنا عدنا وسائل حماية أول شي عدنا ال skin هذا ال skin قلنا شنصح لبارير هذا حاجز ليش لأن خلي نقولي هنا أكل بكتريا بره البكتريا حتى تدخل لجسمنا لازم تخترق ال skin لذلك من حتشينا بال osteomyelitis ومادر شنو قلنا ممكن من أكو direct injury أو compound fracture بحيث هذا ال skin الجلد اللي هو physical barrier هو حاجز يعني شون فيزيائي يعني هو مادة هايدا تمنع مرور الشنو مرور البكتريا فمنها من يصير compound fracture هذا ال skin منها ماكو رح ينفتح فرح تدخل البكتريا ورما تدخل البكتريا يالله شنو يالله يجي يشتغل ال innate immune system فهذا يقول إنه ال innate immune system هو first branch هو أول واحد ورما يعبرون ورما يكروس ال body anatomical and chemical barrier the innate immune system is also activated يتحفز أيضا عن طريق ال APP الأكوت phase protein synthesis ليش as this molecule mediate inflammation ليش لأن قلنا ال interleukine 1 والinterleukine 6 خاصة ال interleukine 6 هذا رح يحفز هجرة الماكروفاج وهجرة ال white b c اللي هما innate immune system رح يحفز هجرتهم إلى موقع الالتهاب upon vaccination يعني ورما تلقح acute phase protein reaction may develop ممكن يصير وهذا رح يكون جزء من ال innate immune system part of innate immune system ال vaccination has been demonstrated to cause inflammatory response يعني لاحظنا أن اللقاحات تسوي inflammatory response فتشوف من اللقاح نصخ which results in homeostatic changes سوي تغيرات هاي تشمل renal and liver function لذلك مرات واحد يدهور بسبب اللقاح changes in acute phase response expression level in response to an inflammatory stimulus may vary across individuals شنو معناها تشوف شباب مرات اكو ناس يلقحون ومثلا هاي نقطة مهمة جدا واحد يقول لك والله شو لقاح ادفايزر وكل شي ما صار عندي واحد يقول والله اني لقاح ادفايزر وصخنت ويومين ما اروح للدوام وراس يوجعني وشغلي عفته فيقول هاي changes بالأكيوت phase protein expression هاي رح تأثر على inflammation رح تأثر على homeostatic changes هاي شبيه هاي homeostatic changes يقول vary across تختلف بين الاشخاص vary across individuals يعني هذا الاستجابة للقاح vary across individuals تختلف حسب او تختلف ما بين الاشخاص due to بسبب شنو هذا الاختلاف اللي هو الاختلاف بالhomeostatic changes والاختلاف بالاستجابة المناعية بسبب الوراثة لنيوترشن يعني الحالة الغذائية مالتك الage العمر or other health associated factor لذلك بالبداية اول مطرعة الكورونا قالوا اللي مناعتهم قليلة ما يصير لقاحون لشان هاي health associated factors ولهنان انتهت محاضرتنا وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة